اشتركوا في القناة المناشد والنداء بالتبرع بكريات دم بيضاء من فئة A plus و A minus طبعا كما مرة خلونا نطلع لو صمحتوا رقم التليفون لكل شخص اللي بتتوفر عنده كل المواصفات اللي ذكرتها من جيل 18 حتى جيل 50 ما تكون امرأة حامل ما تكون امرأة يعني بعد ولادي جديدي وما يكون شخص اللي بتناول أدوية بشكل شهري بإمكانه يتواصل عبر هذا الرقم من أجل المساهمة بالتبرع للشابي اللي ذكرنا تفاصيله ونتمنى له الشفاء العاجل ونتمنى من كل شخص يرى بنفسه هاي المواصفات أن يتواصل عبر هذا الرقم رح نكمل بفقرات شو بالبلد ومازلنا مستمرين بالحديث عن الفن وحاليا رح نتحدث عن عمل مسرحي جديد فلسطيني غنائي يعني المسرحية الغنائية قليلة نوعا ما عنا هنا بالبلاد هالمرة عم بيجينا عمل تحت عنوان عباس الفران كتابة الكاتب الراحل سلمان نطور وبطولة مجموعة من الفنانين الفلسطينيين الشباب ميرا عازر أهلا وسهلا فيك ميس نطور أهلا وسهلا فيك وإياد شيتي أهلا وسهلا فيك وأنا بعد نعاتدك على الفنانين الشباب طيب نطلق فنان شاب أهلا وسهلا فيك إياد كلك زور يلا يخليك يعني أوليش التسمية مثيري لإلي عباس الفران مثير لإلي إنه من أعمال الكبير الراحل سلمان نطور والاختيار ميرا حضرتك اللي اخترتي كنت يعني تحدثتي مع الراحل سلمان نطور قبل وفاته وطلبتي منه العمل هيك فطته أكتر بالتفاصيل إنه بدك توخذي العمال مفكري تعملي فيه إيش رجعينا أكتر للتفاصيل من أول ما انطرح العمل تصلوا لي سألوني إذا أنت حبت لحن مسرحية لسه ما كنت عارفة إنه نصوص الراحل سلمان نطور الله يرحمه فتحمست كتير لأنه هذا مجال كتير مثير إنه الواحد يلحن مسرحية وعطوا الوفاقت لأنه بعرف مين الأديب سلمان نطور يعني إنه تشجعت عأساس إنه فيه هناك إشي مهني رح أستلمه في إيدي هاي تجربة الأولى لإلك بأعمال مسرحية يعني إنك تخذي أعمال مسرحية وبتلحنيها أميرا قديش خفتي بالبداية إنه أول إشي عمل مسرح هاي تجربة جديدة قديش حملك مسؤولية فكرة إنه عم تحكي بنصوص لأديب وكاتب كبير بقسم سلمان نطور هو أكتر من خوف زي ما أنت قلت تحمل مسؤولية إنه يعني أنا شاطرة في هذا الإشي إنه باخد الوظيفة بس تلمها وبشتغل عليها منيح كتير قرأت الناس عشت في الناس التقيت مع المخرج أديب جهشان بوجه له تحية وكمان لما كنت مع زملائي إياد ومايس وكمان محمود مرة هون شون هلا لما حضرت المشاهد لما كنت عم بشوفها بتتمثل كمان هذا الإشي ضف لي معنويات عالتالحين وكمان أعطاني أفكار وأعطاني وحي بس برضو يعني أنا كان لي قبل حديث مع سلمان نطور وبرضو استوحيت منه يعني عرفت شو الاتجاه له بتخيله بالمسرحية حالو كتير إياد شيتي أهل وسهلة فيك مجددا يعني إياد حضرتك من جميع الأسماء طبعا المذكورة بهذا العمل مع تحياتنا لهم جميعا الأكتر خبرة خلينا يمكن أو الأكتر تجربة خلينا نحكي بعالم المسرح قديش كان في طلب من ميرا من مايس ومن محمود أخذ النصائح من حضرتك يمكن لأنك تعاملت يمكن مع نصوص بهذا التقل بأعمال ماضي قديش كنت جاهز من أجل أنك تعطي هاي النصائح هيك بتخوف فكرة أنه بقول لك أنت الأكتر تجري بي لا أنت الأكتر تجري بي لا أفوا بس بدي أحكي لك شغلي أنه يمكن أنا حالفني لحد أكتر أتعايش مع الأديب سلمان نطور وتربطنا علاقة صداقة فأنا عرفته كشخص يعني دارسه كإنسان بس بس في الأعمال يعني إحنا دايما نتعلم من بعض يعني بتواضع يعني أنا تعلمت منهن وهن تعلموا يمكن مني ما بعرف بس لازم يكون الكيميا موجودة وهذا الكاست هذا الفريق كانت تربطه يعني نوع من الدفع والكيميا اللي هي ساعدت على إنتاج هذا العمل لأنه هذا العمل بده هل أدي تفاهم وهل أدي انصهار في الفكرة وفي النص فيعني ما بعرف أنا يعني كلنا من نتعلم من بعض حالو حالو التواضع حلو كمان لا مش قضية التواضع هذا الصح هذا المزبوط أنه كلنا من نتعلم من بعض حالو ميس أهلا وسهلا فيك مجددا يعني اتحدث إياد عن العلاقة اللي كانت بتجمعه مع الراحل سلمان نطور حضرتك من عائلة سلمان نطور قديش ساعدك يمكن بإنيك بتعرفي يمكن تفاصيل أكتر هيك عشتي معها وأكتر دخلتي فيها بالعيلي قديش ساعدك بإنيك تكوني إن أكتر بالعمل بالفعل هو سلمان قريب العيلي وأنا ربيت في الحارة اللي هناك حارة دار جدي وكمان اللهجة اللي مكتوبة في النص هي لهجتي أنا المحلات المذكورة في النص هي محلات اللي أنا بعرفها فكان إشي كثير ساعدني من هذا المحل وكمان إن أنا كنت فاهمة الجو العام المطروح في النص فاهمة الذكريات اللي هو بحكي عنها هاي ذكرياتي أنا الشخصية فالإشي كان جدا بشبهني حلو حلو يعني قدرتك تأخذي يمكن النصوص بشكل أسلس قدرت تعيشي أكتر يمكن النصوص اللي وصلتك من أجل إنك تأديها بالضبط كمان قدرت أعملها بشكل أسلس زي ما إنت حكيت بس كمان قدرت أتواصل مع يعني مع الشخصيات اللي هي بتشبهني أنا مش عم بعمل شخصية اللي هي بعيدة عني مش عم بعمل حدا اللي هو أنا عم بتعلم الدور من محيطك القريبين من محيط القريبين وكمان لأنه يعني أنا قبلت عمي سلمان بشكل شخصي وببيته مع الناس مع أولاده مع عيلته مع بناته كمان مصوص يعني كتبه اللي أنا قريتها قبل حلو وكمان صار لي زي ميرا الفرصة أنه نحكي أنا وإياه قبل ما يتوفى عن العمل وسمعت أش هو بده يشوف بهذا العمل حلو أنت يعني حضراتكو التلاتي كنتوا بعلاقة مع سلمان نطور تحدثتوا مع سلمان نطور حول تفاصيل العمل قديش اليوم بالبروفات أو بالعروض بتطلع كلمة سلمان كان بده هيك سلمان لو إنه كان موجود كان عجبه هيك قديش موجودة ميرا أنا شخصيا عشان توصلت معه قبل ما يتوفى قبل أكم من يوم كنت بدي أروح عنده فلحقنا نحكي على أكم من مقطوع موسيقية حتى في مرة أنا دندنتلو في التليفون يعني شو أنا شو شايفة شو نخطبها فحسيتهم بسط بولي آه هذا الاتجاه أنا ما بفكر يعني أنا قدرت يعني أكسب إيش هو بده ثقته بالزبط فمن خلال العمل كان لي أصعب شوي لما هو توفى طبعا لأنه في ألحان أنا عملتها بعد ما هو توفى فكنت أتخيل الحديث معه إيش كان قصده كنت أحاول أتذكر إيش بده إيش إيش الجو اللي بده إياه هون أكيد يعني المخرج طبعا موجود والله يخل لنا إياه كان يدرنا ويحكي لنا بس عشان المصوص هي لسلمان نطور كنت دايما أحاول ألاء المحل اللي بيناسبه عباس الفران اللي بيمثل دوره الفنان محمود مرن وجل وتحيلة محمود مش موجود معنا اليوم مين هو عباس إياه؟ مين هذا عباس الفران؟ عباس هو كل الناس عباس هو الإنسان الفلسطيني البسيط هو الأرض هو الشجر هو الطبيعة هو الإنسان اللي ناضل هو الإنسان اللي حافظ على الهوية رغم كل الظروف وهو الإنسان اللي عارق في هالدنيا رغم قصاوة الدنيا وما أدراك يعني اللي مرأ على الشعب الفلسطيني من الأطراق للحكم للبريطانيين للحكم العسكري لللي إحنا موجودين فيه لكل كان فيه كمان ملفت بهذا العمل إنه كل شخص منكو عنده أكتر من شخصية و هذا مش إشي سهل يعني لما بنحكي مرة على جندية إسرائيلية مايس أسما شوش مرة واحدة منروح لأم السعيد يعني النقيد بفكر هذا بتطلب مجهودي كتير كبير تماما إياد يعني شخصيات مختلفة وكل مرة بدك بنفس الساعة بدك تتقمس أكتر من شخصية تفوت أكتر خلينا أبلش من عند ميس ميس يعني عن زاد التنقل بين هاي الشخصيات بهاي المسرحية كان لي سبع شخصيات إسا هيك عديناه هنا أنا تفجأت كمان إنه في عندي سبع شخصيات فأولا أول إشي تقني اللي هو صعب تبديل الملابس تبديل الملابس جدا جدا صعب في هاي المسرحية تبديل الملابس واللوك يعني الملابس واللوك والصوت واللوحات بالزبط وبسرعة كثير فالإشي من جهة واحدة بضحك من جهة واحدة جدا صعب يعني كثير مرات كنت أخاف إنه أنا معاي أكام ثانية ببدل الملابس بسرعة بطلع في شخصية جديدة طب بلك ضلتني بالصوت طبع هذيك أو بالروح طبع هذيك بدك تطلع في روح مختلفة تماما فالإشي مش سهل هاي القدرة على الفصل يعني هذا مش مش إشي سهل ومش إشي وفهم ده هي شغلة تقنيات هي شغلة يعني أدوات بستعملها الممثل وبهاي الشغلة هو بتميز عن غير وبتفكر أنا إنه في البداية بدي يكون في عنده تركيز عالي عشان هيك مدة المراجعات مرات بتقعد شهرين وأكتر بس هي إياد أنا بتذكر يمكن يعني بمقابلة ماضية لإلنا سألتك نفس السؤال أعتقد قضية التقمص إنك تتقمص شخصية إنك تعيش بتفاصيل هاي الشخصية طيلة فترة عرض المسرحية يعني إذا المسرحية عم تعرضها 6 أو 7 أشهر الشخصية بدا ترافك بدا تلازمك هون إنت عم تحكي إنت عم بتعيش مع عشر شخصيات طيلة هاي الفترة أو 7 أو 6 أو whatever مش إشي سهل مش إشي هوين إنك تفصل بين هاي وهاي بإنك زي ما حكيت التقنيات الصعبة جدا يعني أنت بحاجة لقدرات طبعا طبعا يعني هي شغلة التمثيل يعني يمكن هاي فرصة نحكيها إنه هاي مش شغلة كمان مش إنه هوينة يعني كان قبل يعتقدوا إنه اللي مش مدبر حاله أو اللي مش عنده وظيفة أو اللي عنها يلا منروح من المثل تماما زي الإعلام يعني كل واحد فلا يا عمي فلا يا عمي فلا يا عمي فلا يا عمي لا إحنا منتعب منتعب كتير منتعب منتعب نفسنيات ومنتعب أعصاب ومنتعب بحث عنا بحث رهيب يعني تنزل للأعماق يعني حتى تقدر حتى تقدر تعطي لمحة هاي اللي الجمهور عم بيستنعها مش بس كمان أنا بفكر إنه أنت كمان بعد ما تطلع المسرحية بتنتهيش وظيفتك أنت كل وقت بدك تجدد من عرض لعرض بدك تتفاجئ حالك وتجرب تزيد شغلات كمان فأنا يعني صح في هذول السبع شخصيات بس هذول السبع شخصيات مش إنهوا نولدوا وخلص تركناهن في الخلة كمان بدون يظلهم عمدار العروض كمان يتطور وياخدوا من البارتنر كمان وكمان ويزيدوا كمان شغلات حالو أنا بدي أرجع لميرا ميرا قضية التلحين يعني التلحين لحنتي أغنيات بس الأغنية تختلف عن النص المسرحي تماما يعني لما منيجي بنحكي تعامل مع كلمات لأغنية غير إنك تتعاملي مع نص مسرحة غير إنك تتعاملي مع قضية الفكرة تبعت مسرحية غنائية بفكر بدك تقنيات مختلفة يمكن بدك أبعاد موسيقية مختلفة كتير صح بدها أفاق وبدها خيال وبدها ألتقي مع الشخصيات فعلا وأنا بالفعل كنت في كل المراجعات كل المراجعات أنا كنت فيها حتى لما حدا الممثلين ما كانش يقدر يجي أنا كنت مرجع في مسرح الحياة في الرملة في الرملة المسرحية يإنتاج مسرح الحياة مسرح الحياة الرملة فكنت أتواجد في كل المراجعات كمان عشان أتعرف على الشخصيات وأحذر المشاهد لأنه يعني اللحن بالنهاي بده يخدم الصورة يعني أنا هون ما بلحن أغنية إلي في مشهد بده يطلع وأنا بدي أعززه وبده أقوي من خلال الموسيقى بدي أسمع يعني بدي أسمع هيك مقطوعة موسيقية من المسرحية لأنه عن جد قترتي فضولي ومثل ما ذكرتي عن جد بحاجة لأفاق كتير كبيرة من أجل إنك تلحن عمل مسرح تفضلي أنا بس بدي أحكي شغلي يعني يمكن ميرا بتيجي شوي متواضعة أو خجولي بهذا المجال فهي مش بعيدة عن سلمان يعني هي كمان موجود فيها هذا الروح وإذا بتسمع أغنيها اللي خارج العمل المسرحي تبع عباس الفران بتلاقي إنه في تشابه يعني في عندها أغاني اللي هي كتبتها وهي ملحنيتها في نفس الروح شكرا يعني فكرش إنه يعني كان صعب لا حلو حلو يلا هاتي نسمعو نحكم يلا حلان نحكم اليوم اسقط الشمس والله مش بعده نحكي عن عباس الفران عشان نسأل عنه يلا عشان سألت عن عباس نقول لك من هو عباس يلا مع النص مع النص آآ مع النص أوف أنا مش محضر هيا سأل شكرا للمشاهدة يا عمي يا عباس يا عمي يا عباس يا ابن الناس عباس هو مش وحد عباس هو كل الناس عباس هو مش وحد عباس هو كل الناس يلي حقوا نندس من ناس بلا إحساس هون كانت عطبة البيت حوش الزقزوقة بالرملة نسوان الحارة كانوا دايما يستغربوا من أفكاري يعني لايقا لايقا واحد زلمي مثلي ظلوا يركض في الشارع وحامل الشنتة يوم أخذ غربال وأعمل من نوزين إلى الحطان ويوم بمنديل ملونة أعمل شراشف للطاولات هاي الشنطة من بقايا الصليبيين يمكن عاصرة الأتراك والمماليك وبريطانيا وأهملوها في عهد هاي الدولي النسوان الحارة كانوا دايما يحكوا عني بأعدادهم اللي تقول عني مجنوني واللي تقول الزائم عبي حياتها لا للي فيه والنجنوني كان جمال الحياة لحد ما أجل خواجه يعقوبي لعنى على البلد يدور عن عمال ولتقى فيي وتمسك فيي زي ما بتمسك طفل بطراف فسطان إمه أولاد الحارة كانوا دايما يجوا يلعبوا بساحة البيت كأنه بستاني كبير وما إله نهاي حتا كنادرهم يتقوها بره تتحترم من الشمس والشكر أنا مالي وما لاي الشنطة الملعوني لازم أستعجل عشان علها الباص هذا المنظر كان يستفزني بشكل لحد ما أجلت الفكرة أخدت كل الكنادر المهترية ورتبتها دخلة البيت وصورة أزرع فيها ورد وشمور إصحى يا عمي إصحى يا عمي يا عباس هذا العالم هذا العالم مش لكل الناس هذا العالم لناس والناس يا عمي يا عباس يا عمي يا عباس يعطيكو ألف عافي يعطيكو العافي أنا بمحل معين فوتوني لجو عن جد اللي أول إشي بدي أجي أحضر المسرحية بالعرض القادم وانت في عرض ياري عرض ياري عرض ياري عرض حبيب الله يخليك عن جد وانت في عرض عروض قريبة يعني في بالأفق عروض مع عمي حكيها عرض بواحد اتنين إن شاء الله وفي يعني إن شاء الله رحلة العروض بالشهر الثقافي بشهر تنين إن شاء الله شهر تلاتة شهر تنين تلاتة سوعة عشر الفين وستعشر الفين وطمانطاش شو بستنى المسرح إياد أنا دايما متفائل أنا دايما بقول يعني إن المسرح هي اللعبة من طرفين ما بيتم من طرف واحد يعني مسرح من غير جمهور بنفعش وجمهور يجي ويقعد بالمسرح وفيش مسرحية كمان بنفعش فاللعبة بدو يلعبوها صح التنين أنا في مسرحية هاي السنة يعمل تلات انتجات مع إنه أصغر مسرح فأنا بتفائل دايما إنه كل سنة إن شاء الله نتقدم أكتر إن شاء الله يصير في عنا جمهور أوسع إن شاء الله إحنا كمان نرتقي حتى الجمهور كمان معنا يتقبل الدعوة تبعتنا ويرتقي معنا ونرتقي مع بعض ميس تعليقك يعني وين شايفي المسرح هذا العام وقديش فعلا أنت كمان متفائلة زي إياد بالمسرح أنا كمان متفائلة ومتفائلة كثير كمان بالأساس أني عم بشوف نهضة شبابية جدا حلوة يعني عم بشوف قدش في ناس عم بتفوت جديد على مجال المسرح كممثلين وكمخرجين وككاتبين ناس اللي بتكتب بس إحنا بدنا ناس يعني يكونوا أكفاء يعني إحنا مش داي ما حكى إياد كل شخص بش ملاقي شغل يفوت على المسرح ولا يشغل بالمسرح بدنا أشخاص أكفاء يفوتوا على المسرح بس بالفعل عم بشوف عن جد روح جديدة حلوة عم تطلع في المسرح وكمان عم شوف إنه في وكأنه صارت كمانت المسارح وأخيرا فهمنا إنه إحنا بحاجة لهذا المحل بحاجة لهذا الحيز صح في التكنولوجيا وفي التلفزيون والسينما وكل الشغلات أما إحنا بحاجة لهذا اللقاء المباشر بين الجمهور وبين الممثل بين العمل المسرحي وبين الجمهور حلو قديش مسرح الحياة اليوم ميرا رصد إنتاج منيح لهذا العمل يعني ديش في ميزانية منيحة لعباس الفران تسألني عن ميزانيات أنا لا ما نبلش نحكي عن ميزانيات كنا منطلع ونتنصل من مسئولي لا عن جد لأنه منحكي أنا هذا السؤال سألته يعني بمحل الدعابي بس ما أنه عم نحكي على قضية الإنتاجات وقضية تفاولنا بالمسرح إحنا بدنا أنه المتلقي يروح على المسرح ويشوف مسرح بس من مقابل إحنا بدنا كمان إنتاجات اليوم مسرحية زي المسرحية الغنائية اللي حضراتكم مشتركين فيها عباس الفران كتابة سلمان نطور واضح قديش فيه شغل على الموسيقى واضح قديش فيه شغل على النصوص تستاهل إنه يرصد لإلهم ميزانية منيحة أنا بدأ أقول لك الأخي خائل ما أنا خائلنا فانوس ما أثر وهاي مناسبة إنه كمنتجين أنا مرات بلبس طائية الممثل ومرات طائية المنتج فهي هاي مناسبة أنا أشكر كل الطاقم اللي بيشارك في إنتاج العمل حتى اللي من وراء الكواليس اللي بتفهموا وضع المسرح العربي وبيخدموا جيين يخدموا جنود جيين يخدموا وأنا بعرف إنه بيطلع لهن أكتر وعم بيقبلوا في الأقل حالو حالو يعني إحنا فعلا سعداء إنه منشوف أول إشاء الطاقات الإيجابية اللي إياد عم تحكي فيها ميس وأيضا ميرا من أجل إنه يكون في عنا مسرح نشط ويعني وحركة مسرحية مهمة هذا العام وبالأعوام المقبلي قضية المسرح الغنائي يعني المسرحيات الغنائية كمان إذا الأعمال المسرحية قليلة فما بالك المسرحيات الغنائية هي قليلة أكتر يعني بأعتقد أنا آخر عمل مسرح غنائي شفته كان حادي القوافل واليوم عم نحكي على عباس الفرع قديش ممكن المسرح الغنائي ميرا يلفت نظر المطلق إنه هون في إشي جديد في كمان موسيقى وفي كمان غناء وفي كمان تنمثيله وفي كمان أسطى قديش هذا ممكن يكون عامل مساعد لنجاح المسرحية شوفوا كل عنصر فني ممكن الإنسان يشوفه ويجذبه فإذا أنت بتحضر ممثلين عم بمثله وفجأة بتسمع نغمات تطلع من هون أو من هناك أو في آلة فهذا الإشي بس بعزز وبضيف أنت بتكوني موجودة على المسرح بالمسرحية أنت موجودة على المسرح مش باكستيج الأغنيات والعزف لا أنا موجودة على المسرح فأكيد الموسيقى هي بتعطي بتضيف على المشاهد وبتخيل يعني بتذكر من لما كنا نعمل مراجعات يعني أوقات في نغمات اللي كانت تحفز طاقات معينة عند الممثلين زي في مشهد المحطة صح؟ لما بفوتوا على المحطة فبرضو في موسيقى اللي أنا برافق بدون غينة ممثل إضافي بالزبط إذا كانوا موسيقى تصويرية بتكون بالزبط فهذا الإشي كمان ممكن يحسس الممثل في إشي يشجعه إنه يوخد طاقة معينة مني يعني من الموسيقى بدعم ليه ما تم يعني لما بنحكي على ميس عندك سبع شخصيات إيات كم شخصية عندك؟ أنا في هاي المسرحية بعمل شخصية وحدي ثابتي لكن مرات طفل مرات شاب مرات كبير محمود مرة كمان عنده أكتر من شخصية ليه ما تم الاستعانة بكمان ممثلين وممثلات يعني من أجل إنه كل شخص يوخد الشخصية الموجودة؟ هو هذا السؤال يمكن أكتر هو للإنتاجية أو للمخرج ما بعرف بس هو كمان كنت أجل متحيلة الأستاذ أديف جهشان أكيد أكيد ممكن اختيار هذا قرار يعني يجوز كيفما أنت تفضلت وحكيت يمكن قضية إنتاجية أو قضية المخرج إنه أنا مع ثلاث أربع شخصيات بقدر ألعب أجيب عالم حلو بما أنه هيك وصلنا لنهاية هذا الحوار لازم نعرف المشاريع الخاصة بكل شخص فيكم لأنه كل شخص كمان عنده أعمال الخاصة بعيدا عن العمل المسرحة ميرا عازر شو عنديك جديد بـ 2018 أنا سجلت ألبوم للأطفال اسمها أنا فوفو وكتبت له كراسة اللي هي بترشد المربية كيف تعلم الأغاني عشان تخصصي هو تربية موسيقية فأنا وصلت هذا الإشي مبادرة شخصية فخلص الألبوم وخلصت الكراسة ورح يكون حفل إطلاق ألبوم قريبا جدا ورح أعلن عنه وكمان عم بحضر ألبوم مش للأطفال للكبار فيه عشر أغاني كلها ألحاني وأغلبها كلماتي وفيه كلماتي حلو كتير يعني أنا كمان بكون مبسوط لما بسمع عن ألبوم أغنيات خاصة يعني أغنيات نيتو خالصة مش تجديد أغنيات قديمة لا لا عظيم عظيم كل النجاح وطوفيك ميرا كل النجاح ميس نطور شو بستناك بـ 2018 مستنيني إشي حلو بـ على أمل إن أقدر أحقق فيه هيك فكرة صار لها ببالي كثير زمان سنين لا نصوص أنا بكتبها أنا بكتب كمان فعلى أمل إنو بديد إسه أحيي كفوت بالموضوع بشكل جدي إنو أنا بدي أعمل عمل مسرحي بممثلين أنا كمان ممثل بتحكي عن حياة الأزواج بالبيت عن كل قضية العلاقات بس بصورة جدا أدبية وفيها كمان شاعر كان فيه مش من زمان دعوة زوجية حمود مرة ومي مسرحان عمله كمان عمل لطيف بس هناك إشي كوميدي أكتر أنا عم بحكي عنه على نصوص أدبية على نصوص حتى على أحدود الشعر تعمل جميل جميل بالنجاح مايس إياد شيتي أنا مدير مسرح المجد وكل سنة عندنا إنتاجات الحمد لله هاي السنة فاجأنا عملنا ثلاث إنتاجات واحدة كانت اسمها خطوة نحو الهاوية أخرجتها أنا وكان معي برضو محمود مرة شاهر كنعان وعبيدة زيد وإسا فيه مشروع إنتاج يعني عم بيشتغلوا فيه الشباب من إخراج إيهاب سلامي وبيشاركوا فيه كمان فنانين حنين طربي يسرى بركات وشاهر كنعان وكمان إنتاج عم بيمشوا التنين مع بعض بنفس الوقت من إخراج تبع إيهاب قصة حب مريولا اللي منحكي فيها عن قضية إنه كيف الطفل عم بفقد طفولته من خلال الأجهزة الذكية اللي حواليه والإنتاج الأخير اللي بدي أحكي عنه هو الأحدب المأخوذة عن أحدب نوتردام من إخراج فالنتينا أبو عقصة وبشارك لنا زريق ربيع خوري طارق شقور وشاهر كنعان ومجموعة جميلة جدا من ورا الكواليس دايما بخدوش حق أكيد وجهة تحية أكيد لكل الأشخاص اللي بشتغلوا بالمورة الكواليس بكل محال يعني بالمسرح بالسينما وأيضا بالتلفزيون شكرا إيا تشيتي كل النجاح شكرا ميس نطول شكرا ميرا عازل وكل النجاح بعباس الفران يعطيكو ألف عاشي كون شاهدين ممكن وصلنا لختام الحلقة الأولى لهذا العام من شوب البلد خلينا نذكركوك بأبرز يعني التفاصيل اللي مرأت بهاي الحلقة تحدث عن موضوع التبرع في الدم وعبر رقم الهاتف الموجود على الشاشة بحاجة لكريات دم بيضاء من فصيلة A بلوس وأي مينوس من 18 عام حتى 50 عام أشخاص بصحة جيدة ليس بحوامل ولا بأشخاص اللي باخدوا أي أدوية شهرية توصلوا على هذا الرقم من أجل التبرع بالدم وإنقاذ حياة الشاب النصراوي ما تنسوا أنه هذا المساء ستدخل العاصفة والمنخفض الجوي اللي احنا بانتظاره يعني طبعا بعد انقطاع كتير كبير وانحباس للأمطار عاد العام الجديد أو بدأ العام الجديد مع أمطار الخير توخوا كل الحيطة والحذر على الشوارع امشوا حسب كل التعليمات اللي وصلتنا من الجهات المختصة من أجل الحفاظ على سلامتكم ودائما تحلوا بالصبر وبالأخص على الشوارع الموعد يتجدد مش التنين المقبل وإنما الخميس المقبل بنفس الزمان ونفس المكان حتى المتكلكم نجمل تحيي فادي زغيري إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة